قصة كونن موسيقى 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 هالا والله عدنا مع سلسلة قصص الانيمي بحيث نقوم بتلخيص كل ما هو مهم ومميز و اقول خلانك النص في هذه الحلقة بسلت لكم قصة الانيمي الاسطوري انيمي محقق كونن في دقائق معدودة بكل حيادية وانصاف وتكييس اذا لسه ما شغت انيمي كونن وناو تشوفه فنصيحتي لك اخرج من المقطع مع اني اشك ان في احد ما شافه او على اقل كم حلقة منه ابعترف لكم اول شيء كونن كان بالنسبة لي انيمي اسطوري لكن مع الوقت واشت منه وتركته في النص وقررت انتظره اللين يخلص وبعدها باكمله لكن في مشكلة واحدة ان الكاتب مونا ويخلصه هلين اتزوج وعيالي يتزوجه ويموت الكاتب ويورثه ولده ومع ذلك لسه ما خلص ما اعرف لو حالحق عن النهاية ولا لا المحقق كونن هو انيمي بوليسي وتحقيق ورياضي ورومانسي وتطويس المحق pelكونن انيمي متخصص التحقيق كونن في اول حلقة يكون شخص كبير ويدعى سينشي وبعدها خالكم بالطويلة يجيب العيد ويورط مع عصابه ويعطوه بانادول معني وبصفة ضالبانادول يرجع طفل صغير بس لسه عقله كبير مونا المهم هذا الانيمي الجميل بدأ في عام 1996 يعني دبل تقريبا 23 سنة ومن ذاك اليوم اليوم كذاء كونن بنفس عمره وحجمه وكل حاجة فيه زي ما هي الزمان هناك ما يمشي يا رجل كونن يحب وحده اسمها ران وهي تحبه لكن لما ان كان كبير الحين صار بزر فتعتبره طفل وكذا لكن المشكلة لو كونن يعرف حقيقة ران والله ما يحبها شيت هذا راس انسان بالله عليكم والله ما اقرب منه لو ايش يصير خلوني اختصر لكم طريقة عمل انمي المحقق كونن كونن والطقة حقتها المحقق موري يعني بقية الشلة يكونوا جالسين يقرروا اليوم يروح البحر المجرم يسمع ان الراحلين البحر يقوم يروح معهم عشان يسوي جريمة ويمسكوه يجي بوكرة يقرروا يروح حديقة يسمعهم مجرم ثاني انهم مسكوا مجرم امس ويقرر هو بعد يروح في نفس الوقت اللي يروح فيها الحديقة وبرضو يسوي جريمة هناك عشان يمسكوه انا الله ايش فيه ليش كل مجرم يكون نائم في بيت امه وما يتحمس يسوي جريمة الا اذا شاف كونن يحس العصابات جالسين يضاقبوا كونن والشلة اللي معاه ها في راحوا ملاهي اجري يا ولد سوي جريمة قدامه عشان ينفضح يا رجل ما هذا الهراء ونجي لتكمنة القصة في اي جريمة يجي كونن ينوم من حقيق موري ويجلسه ويتكلم من وراه والناس كلها مصدقة انه موري اللي يتكلم انا الله ما شاء الله في كل مرة يقدر ينومه ويتكلم من وراه ما هذا انا بتحقيق كيف كذا ما احد دقك في فم موري في عيون موري ما احد عمره سأله يقولك انت كيف كذا تتكلم طيب ممكن توقفه تكلمنا ولكن المخرج عاوز كذا في اناميل محقق كونن هناك مجرم واحد فقط تعدد الجرائم والمجرم واحد ما بين قتل وخطف وسرقة وقتل 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 والله قتل كثير صح المهم هو مجرم واحد اللي قتل نصه البشرية طبعا كلكم تعرفوه الاسود هذا حتى لو في نور راح يبان اسود وحتى لو قدامك ما راح تشوفه على هياته الحقيقية راح تشوف هذا الشخص الاسود وعشان يروح للون الاسود في خطوات لازم تتبعها اول شيء انام موري بعدين كونن يبدأ يتكلم ويحلل ويكيس على الحضور وبعدها وبقدراتي قادر ممكن يطلع هذا الرجل الاسود يطلع حرمة قصيرة كيف؟ لان المخرج عاوز كذا لو بنذكر كونن فاكيد لازم نذكر النسخ الاسلامية منه كمال قريبا على قناة المحقق كمال جزاه الله خيرا والذي يساعد المجرمين ويدعو لهم بالرحمة ويتمنى للجميع الخير ويتوضأ قبل ان ينام على جنبه لمين ايش في يا رجل من الجميع انك تحاول تصنع محتوى للاطفال يساعدهم ويذكرهم بالخير بس ما عرف تختار الا انيمي كل حلق من حلقاته فيها قتل الهي كيف راح تسليك القتل ووه لقد قاموا بتنويمه انه نائم للان سننتظره يستيقب ثم نسأله من قاموا بتنويمك الحبيب مات يا ولد خل عنك الكذب على طاري بسمه في انيمي خاص بكايتو كده المزلم الخطير في انيمي كونن عنده انيمي قصير ومخصص له في هذا الانيمي باختصار شديد كايتو يسرق الجواهر وبعدين يكتشف انه مو هذا اللي يبغاها فيقول ما رجعها الله على الاخلاق كم انت كبير يا كايتو تعلموا الاخلاق منه سرق شي طلع ما يبغاه ايش سوى رجعه بكل احترام ما شاء الله تستهبل يا ولد ايش اللي تسرق اللي تبغاه وبعدين ترجعه محل ابوك هو جم انقل عقل لما نذكر كونن لازم نذكر المنظمة واعضاؤها جين فودكا كالفادس فيرموث الى اخرين واللي بمناسبة كلهم اساميهم اسامي الخمور نحن بالله هذي منظمة ولا مرقص مدريبار الحين له بس ما تبدبلجهم ايش بتسوي بدال جين وفودكا الظاهر بتخليهم سنتب وربيع والمراعي ولما دخل المنظمة لازم تقول بسم الله وتشرب على فتح دفعات خلاصة لا بس مجد ايش الاستهبال دا يا مخرج انمي محقق كونن اتجاوز تسعمية حلقة اللي وهلا راح تحسن حلقاته كثيرة جدا ولكن اذا جبته تسعمية حلقة قسمته تسعة مرات راح تكون مئة ضرب تسعة فالنتيجة بصير تسعمية شيت لسه كثيرة لم تضبطوا معنا المهم ان حلقاته جدا كثيرة لكن احلقاته المهمة فيه تقريبا نصها وزيادة شوي الانمي فيه اكثر من ثلثمية وخمسين حلقة فلر مستوعب الرقم منت ثلثمية وخمسين حلقة من الفلرات والتمطيط ومجرمين ينتظروا كونن يروح الحديقة عشان يروح يقتل واحد هناك وينفضحه صحيح نسيت اذكر لكم عبقرية كونن وذكاءه الخارق اللي من الكيس يا رجل ما في قضية مهما بانت صعبة الا وراح يحلها لنفترض انه فيه غرفة وفيها واحد مكتول في الارض الغرفة فيها السرير بمخدة واحدة وصورة ام المكتول وفيه على جنب ابرة خياطة انت رح تطالع تقول شيت فيه مكتول هنا بكلم الشرطة الاهر كونن العب قلي يفكر هم بعدين بينادي مور الدلخ وينومه ويجيب الجماعة ويشرع له من جريمة كيف صارت بما ان المكتول طايح على ارض وعلى جنبه اليسار وليس اليمين والسرير فيه مخدة واحدة فقط وابرة الخياطة موجودة على الجانب الايمن ومع وجود صورة لام الضحية على الرف العلوي نقدر نستنتج ان اللي قتله هو حارس العمارة هل قد قم لك دي نوعه؟ كيف كذا لا تسألني كونن قال كذا خلاص اس ولا كلمة وطبعا الحارس كان اسود وقتها وبعدها ظهر شكله وانتهت القضية ويلا بكرا نحل القضية الي بعدها وبكذا نكون خلصنا من تحليل وشرح قصة انيمي كونن بعد كل ذا الكلام يبقى انيمي الحق كونن انيمي اسطوري ورهيب جدا طبعا انتو عارفين اني احاول ارقعها ولكن الشق اكبر من الردعة بس من جد انيمي كونن اني اسطوري وانتو تعرفوا ان في هاد السلسلة حق تسرد قصة الانيمي انا شرط الوحيد في هاد السلسلة ان يكون الانيمي هذا احبه اما لو اقربه فاسحب عليه يا مدير ايش الانيمي الجاي اللي تبقى ان اسد قصته يا ترى فشوفوا ايش تبغوا بعده وابشروا بكل خير اي صح لو ما حطيت لايك لسه فايش تنتظر واحد لايك يا مدير موسيقى موسيقى موسيقى